بعد تسجيل خفاض في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم على مدى أزيد من سبعة أسابيع متتالية دعت منظمة الصحة العالمية إلى بذل المزيد من الجهد والتقيود بالحزم المطلوب للقضاء على هذا الوباء الذي أحدث أزمات ثقيلة ومشاكل على جميع الأصعدة بل وأربك حسابات حتى أقوى البلدان العالمية منظمة الصحة تتطلع إلى تقديم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لسبعين في المئة من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل أهدافنا للقضاء على الوباء تتمثل في تلقيح ما لا يقل على عشر في المئة من سكان كل بلد بحلول شتنبر وأربعين في المئة على الأقل بنهاية السنة وسبعين في المئة بحلول منتصف العام المقبل رغم الأرقام المطمئنة نسبيا حول الوضعية الوبائية وصفت في المقابل منظمة الصحة العالمية مسار الإصابات بالفيريوس في عدة دول إفريقية بالمقلق جدا بعد تفشي نسخ متحورة معدية أكثر وفي ظل تطعيم منخفض في القرى في إفريقيا زادت الإصابات بـ 52% الأسبوع الماضي والوفيات بـ 32% ونتوقع أن تتجه الأمور إلى أسوأ من ذلك فقد تم تطعيم نحو 1% فقط من سكان إفريقيا حتى الآن وفي إطار أكبر حملة تلقيح يشهدها العالم تم إعطاء أزيد من مليارين ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في نحو 180 دولة ومتوسط جرعات اللقاح المعطاة بشكل يومي وصل إلى أزيد من 36 مليون جرعة اشتركوا في القناة